اشتركوا في القناة 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 صحح احنا صار عندي الردود اثنين الردود اثنين اروح على الردود عندي ردان رح اروح رح اروح على السؤال رح اروح على السؤال اللي انا عندي عرف التاريخ لان هذا ولا كتصحيح تلقائي البقية الاولى كاتبة سجل لأحداث الأمم ما كتبتلك بالكامل بالماضي تقدرين انت هنا تنطيها الدرجة بفرضا اثنين من الثلاثة وتقولي لها صح لا عفو تقولي لها اثنين من الثلاثة وتقولي لها حفظ يعني انت نطيتيها اثنين من الثلاثة فقط لانه تعريفة ما كامل في حين الطالبة الثانية سجل لأحداث الأمم في الماضي اذا قلتي لها صح هو اوتوماتيكي رح يطيها ثلاثة من الثلاثة رح تقولي لها حفظ احنا احنا قلنا اثنين من الثلاثة حفظ وهنا ثلاثة من الثلاثة اللي يصير انه ردود الستين طالبة الميت طالبة لهذا السؤال تظهر لك بدون ذكر اسم الطالبة ومنه هي وكأنه دفتر امتحاني مغلق الاسم وانتي بس مجرد تشوفين الجواب هنا والصححين تشوفين الجواب وتضطين الدرجة واذا تحبون نجرب مرة اللخة نسوي معاينة رح بغداد تيارة موصل نانا ورسال نرجع الاستمارة مالتنا ونشوف درجات الطالبات هماتين صار عندي ثلاث ردود همينا نرجع على السؤال عرفي التاريخ احنا ثلاثة اخذت سجل لاحداث الامر في الماضي اخذت ثلاثة احنا نسجل لاحداث الامر اثنين احنا نعدي واحدة هم كتبة سجل علي احداث الامر في الماضي بس ما انطيتها درجة رح اجي انطيها درجة اللي هي هس جاوبتني وطالبة الاخيرة هس انا اروح على سجل الاكسل انشاء فتح اوكي جوابه جوابه فرضا اللي طالبة اسمها حنين هنشوف هنا جوابها خطأ هنا جوابها خطأ وهن جوابها ناقص اخذت اثنين من الثلاث وبهي نكون تعلمنا التصحيح التلقائي التصحيح اليدوي والتصحيح استيراد واستيراد الاسئلة وقد شغلة لخم انه اريد السؤال اللي اضيفه مو فقرة الجواب ماته وانما صورة وهس رح اخذ شون اضيف سؤال الجواب ماته بكون عبارة عن صورة هذه الصورة عبارة عن رسم مال احياء اية قرآنية كتبتها انشاء انجليزي يعني تعتمد خريطة بالجغرافية شلون الطالبة رح اضيف لي صورة رح اقول لها زائد العفو ما حطيت لازم قلنا نحدد انه انا اكون باخر سؤال واقفة على اخر سؤال اللي هو عرف التاريخ هنا رح اقول لها زائد من رح اقول لها زائد فرضا ارسمي ارسمي سؤال ارسمي الجواب ماته تحميل ملف رح يقول لي السماح المستجبين بتحميل ملفات اقول لمتابعة بالمتابعة السماح بانواع الملفات المحددة فقط نعم شنية تريدين من عدها صورة فقط صورة ارسمي رح تقول لي لها مطلوب الدرجة رح تحدديها لنفرض انه عليها خمسة وليلة تم انا كطالبة هس رح اجي امتحن هسوي معاينة لنفرض احنا اه يتطين رسالة انه يقول لي الحساب اللي انت رابط به جيميل الجوجل اه هذا رح نسجل عليه سيتم تسجيل الاسم والصورة المرتبطين بحسابك على الجوجل عند تحميل الملفات ما عدي اشكال نانا اللي تطين اسم نفرض انه سيتطالبة تجاوب جاءت يعرف التاريخ هنا ارسمي خريطة كذا رح يقول لها اختيار ملف من جهازك هي تكون رسمة اخذت صورة لتش الساعة هي رح تحدد الصورة رح تقول لها done ون تقول لها done رح يبدأ تحميل رح تتحمل الصورة رح تقول ارسال تم تسجيل ردك نرجع انتك تدريسية رح يوشون رح توصلك صارت الردود اربعة لنفرض انه انت هس تتروحين على الارسبي بس عندش انت سؤال تصحيح تلقائي لهاي الطالبة عندش شنو عندنا عندش عرف التاريخ هنا كاتبة تلج سجل لاحداث الامم في الماضي هنا تقول ما حطت لها درجة رح تضطيها ثلاثة وحفظ حفظ درجتها وهنانا رح نرجع على الارسمي ارسمي احنا حاليا ادي بس طالبة رسمة شوف هنا يقول ثلاث ردود بلا درجات تم ترك سؤال فارغ اذا هذة تحطي لهم صفر فتلاثة هم رح يكون صر صفر يعني هنا تحطي لهم صفر او خطأ هو طاهم صفر حفظ ثلاثة في حين الطالبة اللي رسمت هم شكل عندي هزا ارسمي ثلاثة اخذوا صفر هنا ادي هاي طالبة رسمت هتشوف رسم 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 تضغط عليها درايف رح يفتح لكي الصورة بدح الصورة رح تشوف فيها تنطين تقييم درجة عليها ديش الساعة هنا نتيجين تغطيها فردا خمسة من خمسة اللي نفرض انه خمسة من خمسة مجرد ما تقليلها صح ورح يطيها خمسة من خمسة تحطي لها حفظ من حفظة الصورة والدرجة للطالبة فان شاء الله هيج توفقنا انه شلون نصحح لما طالب ينطيني صورة وشلون اصحح لما ينطيني تعريف ويكون الجواب مات عبارة عن نص وشكرا جزيلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة